بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طلاب المستوى التاسع نرحب بكم طلابنا الأعزاء ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ونفعل بإذن الله تعالى برنامج التعلم عن بعد مع بداية الباب الثاني الفصل الدراسي الثاني عنوان درسنا لهذا اليوم في مجال الفقه أحكام الأطعمة والأضحية والعطيقة أولاً أحكام الأطعمة أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يبين الأصل في الأطعمة عموماً ثانياً أن يستنتج الأطعمة المحرمة ثالثاً أن يعدد الحالات التي يجوز فيها أكل الميتا الهدف الأول أن يبين الأصل في الأطعمة أطعمة عموماً الأطعمة والأشربة الإباحة وبتفعيل قيمة النزاهة حيث يجب علينا اختيار الأطعمة وتجنب الأطعمة المحرمة الأصل أن جميع الأطعمة مباحة للإنسان ويباح له أكلها لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم يحرم من الأطعمة ما ورد نص شرعي صريح بتحريمه بناء على القاعدة الفقهية أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص شرعي بتحريمه عزيزي الطالب وجه دلالة الآية التالية قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائد أحسنت بارك الله فيك تدل هذه الآية على أن كل طعام طيب حلال وكل طعام خبيث محرم وننتقل للهدف الثاني أن يستنتج الأطعمة المحرمة الأطعمة المحرمة لنستمع إلى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة والتي يتبين لنا من خلالها ما هي الأطعمة المحرمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك في صدق الله العظيم الأطعمة المحرمة لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالأكل من الطيبات مع شكره تبارك وتعالى وذلك في قوله تعالى في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أطلق ذلك لكثرة الطيبات التي أباحه الله تعالى لعباده فهي غير محصورة وكانت تلك الآية ردا على المشركين الذين حرموا على أنفسهم ما أحله الله تعالى ثم أتبع ذلك بقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أي إنما حرم عليكم ما يضر وجاءت تلك الآية من صورة المائدة حيث قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لتبين تفاصيل المحرمات من البهائم والذبائح وما في معناها عدد اثنين من الأطعمة المحرمة أحسن بارك الله فيك الميتة لحم الخنزير وما ذبح لغير الله تعالى الهدف الثالث أن يعدد الحالات التي يجوز فيها أكل الميتة فمن الأطعمة المحرمة شرعا أولا الميتة وهي كل حيوان مات من غير ذكاة شرعية سواء مات بنفسه أو بفعل فاعل كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السدع فماتت قبل أن تدبه ويستثني الشرع من حكم أكل الميتة السمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وقد أباح الإسلام أكل الميتة في حال الإضطران فيحل للمرء أكل ما يسد رمقه ويحفظ له حياته لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم أيضا من الأطعمة المحرمة شرعا لحم الخنزير سواء دبح بالتذكية أم لم يذبح ثالثا ما دبح لغير الله كالذبح للأصنام والأزلام لما فيه من الشر رابعا كل ما له ناب من السباع يفترس به كالأسد والنمر والثعلب خامسا كل ذي مخلب من الطير يصيد به كالصقر والنسر والعقاب والبومة والآن عزيزي الطالب بعد دراستنا لأحكام الميتة هل يحق للإنسان أكل الميتة؟ متى ذلك؟ نعم أحسنت بارك الله فيه نعم يحق للإنسان أكل الميتة عندما يشرف على الهلكة أو الموت فإنه يأكل مقدار ما يسد رمقه ويمنع عنه الموت وما بعد ذلك فهو محرم وفي نهاية درسنا تم التعرف في هذا الدرس على أولا الأصل في الأطعمة عموما ثانيا الأطعمة المحرمة شرعا ثالثا الحالات التي يجوز فيها أكل الميتة الغلق الختامي عزيزي الطالب أجب عن الأسئلة التالية أولا ما حكم الأطعمة شرعا ثانيا علل تحريم كلا مما يلي الأسد البومة ثالثا اذكر ما يستثنيه الشرع من حكم الميتة ختاما عزيزي الطالب أذكرك بضرورة حل تدريبات الكتاب الخاصة بهذا الجزء من الدرس وندعو أبناءنا الطلاب لضرورة الدخول على قسم الواجبات من خلال برنامج Microsoft Teams والعمل على حل الواجبات والتقاويم والاختبارات المطلوبة وبالله التوفيق ترجمة نانسي قنقر